السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما تنسلش الصلاة على الرسول. مرحبا بكم في قناتكم ناعمة اشعري. كنت منه وتما كتشوفوا هذ الفيديو تكونوا بصحة جيدة وباحسن الاحوال يا ربي. هذي الوصفة هذي وصفة طبيعية. الناس اللي كي بغي وصفة طبيعية للشعر. لتقوية الشعر. لصباغة الشيب بمكونات طبيعية. الناس اللي ما كي قدوش يسبغوا بالسباغة الكيموية. الناس اللي كي بغي فقط وصفات طبيعية مئة بالمئة. ان شاء الله يا ربي. الوصفات اللي كنقسم معكم بنفعكم. وخصوصا انها طبيعية. وقاعد المكونات اللي كنقسم معكم فهذه الوصفات. فكلها كتعطي للون وبنتيجة. في ازن الله. يلا اول مكون هنا عندي الكركدي. مطحون عندي جوج معلقات كبار ديال الكركدي. قد نضيف له جوج معلقات صغار ديال السانوج ولا الحبة السوداء على حسب كل بلد واشنو يسميوها. كنشدها كنتحنة فتحنة ديال العطرية ونغرب لها مزيان حتى نحصل فقط على التقيق ديالها يكون ناعم فقط. غادي نضيف واحد جوج معلقات صغورين. وغادي نكتفي بهذا المقدر هذا. بالنسبة لطول والكتافة ديال كل اخت وتعرف شعرها واش قصير واش طوير واش كثيف. فتدير الكمية اللي تناسب شعر ديالها. بالنسبة لهاد الوصفة هادي فانا غادي مقان نقول لكم اشنو كندير هنايا. نقول لكم علاش كنستعمل هاد المكونات هادي وشناية الفايدة ديال هاد المكونات هادي. فهاد الوصفة عندي الكركدي عندي سانوج مطحونين ضفت عليهم جوج معلق ديال قهوة سريعة دوبان. ضفت عليهم جوج معلق ديال الشوكولات الاسود البني او لغادي الاسود كما كتشوفوه في زلفة. ره اللوم ديالو كيكون غامق بدون سكر. غادي نضيف مكونات تانيين. بغت غير نوريكم. عالي انا كنت كان نهدر وما كنش نقول لكم اشنو عندي في هذه الخلطة هادي. راها بسيطة بسيطة جدا والمكونات راها متوجدة في كل البيت. ماشي شي حاجة اللي مكلفة ولا كانت طلب لنا شي حاجة يعني صعيبة. غادي نضيف عليهم ربع معلقة صغيرة ديال لعكر الفاسي. ها هو البنات بالنسبة للبنات اللي ما تعرفوش. ربع معلقة صغيرة. راه كيطلق لوين زوين بالزف. بالنسبة للبنات اللي عنده بالشيب او الزغبة البيضة. دروري اننا نديروه العكر الفاسي. اللي ما عندوش العكر الفاسي. فممكن انه يعمل اه قشور القشور القرقع على البنات. ره ما كيتواجدو عند العطار. شريهم وندقوهم او لنديهم الطحانة يطحونهم لينا. او لا ممكن اننا ناخدو اه امازون بالنسبة راه موجود في امازون غزل بالزفحة هو. نحركوا هاد المكونات حيث كلها كتكون محببة نحركها مزيان ونبقى نضيف لها مكونات تانين. بالنسبة اللي غاد ندير معلقة ونص صغيرة ديال الحنة. غنحركهم مزيان. وغاد نضيف عليهم معلقة صغيرة ديال قشور الرمان. هاد المكونات كلها البنات على شك نديرها? ضروري علاش لانه هي اللي كتعطينا اللون للشعر. هي اللي كتسبغلنا الشعر. الى ضفنا غير الحنة ببوح ديتها فها مغاريش تعطينا ذاك اللون اللي محبوب. هتعطينا واحد اللون برتقالي اللي احنا ما بغينوش. بالنسبة القياس اللي كان اعطيكم هنا يا انا يا. فانا كندير معلقة صغيرة ديال حنوطن كتر مقونات ثانيا. علاش الكركادي كنديرو? الكركادي كتلق لنا اللوين ديالو احمر. كتلق لنا اللون ديالو احمر. يعني وخصوصا خصوصا الى كترنا من نورة كيجي واحد اللوين غزل بزدف. فكندير معها القهوة. كندير معها قشور رمان. كندير معها الشوكولات الاسود بدون سكر. هادو كيغلبو وكيعطونا مع معا ذاك الكركادي كيويلي اللون ديالو بني مع معلقة صغيرة ديال الحنة. ما كان كترش منها في الوصفة ديالي كلهم البنات ما كان كترش منها. كندير معلقة صغيرة. اللهم ذاك اللون. اللي كنديرو انا في شعري كيخرج لي الشي باللون ديالو من اول مرة. من اول مرة. بالنسبة للبنات اللي غادي نقول لي هاتو الوصفة دي. من اول مرة اللي غادي اددروها لأول مرة غادي اددرها. فغادي خرج لي هاللون ديالشيب انحاسي او لا اصفر. هادا هو اللون اللي غادي خرج ليكم اول مرة للشي بغي خرج ليكم انحاسي او لا اصفر. مع التكرار غادي بقى غاديو كيغمق. بالنسبة للبنات اللي حابينو يولي لهم صفر. انا شخصيا كان عشاقة داك اللون تيجيني بحال شكل ديال ليش. بالنسبة للبنات اللي كي بغو اللون بغو يغمقو شفايردو ارا ما غايويش اسودشب ما غايويش اسود وغاض يغمق وغالي اني ما يغاليش اسود غايويوي غير اللون ديالو بني مع التكرار ديالات الاصفة هادي. انا هنا يا البنات كان نصحكم مشي مش جود قولوا لي يا راي كتبتي علينا وقلتي لنا وقلتي لنا ومسطقش لا البنات راي نهار للول غاضي يخرج لكم اللون. اسفر. ومن الباب مع التكرار رايولين حاسي. بعد تكرا غايولي بني غامق. وانا كان هذا راني حركت وضفت المكونات ضفت عليها ما غلي دي القهوة يعني خليت جوج معالق دي القهوة غليتهم في كازي الماء. وخلطهم مزيان. غير نخلطهم مزيان باش دك شي ما يبقاش محبب. غادي نخلطهم غادي نديرها في واحد القريعة ونحتفق بها نهار كله اولا نديرها في الصباح. ونستعملها فلاشية. او لنستعملها في الليل. ونستعملها في الصباح للاختيار كيبقى دي لكل اخت ويمتى مثال يديرها. من نسبة لي انا شخصيا رامو ممكن تديروا هاد الوصف اي وقت. وتحتفظوا بها في مكان مظلم. يما يكونش سخون وما يكونش بارد. ونستعملوا وقت ما بغينا رامو ما تخسر موالو. ما تخسر ما يطره لها شي حاجة. انا هاد الوصف هادية مجربة شخصيا ودير واحد الكمية لا بأسة بهم. وكان خبعها. وقت ما كتبغي تستعملوها. تتاخدوا القياس فقط اللي غادي يخدكم للشعر دي لكم. ما كيترا لها حتى شي حاجة. تحتفظوا بها. انا شخصيا احتفظت بها مدة دي العشرية يعني مدة دي العشرية. وانا كل شوية كان طلع لها ما كيترا لها. غير دي رفوق منها واحد المعالقة دي الزيت فقط. يعني معالقة الزيت واحتفظوا بها. ما تطرى لها شي حاجة. كتتخمر. كتزيت المكونات تطلق مع بعضياتها. فضروري انها غير قبل ما تتدع ليها. خلي ما تزيم بها كل قهوة اللي درات. انا رنيها سكونة. يعني المغلي دي قهوة اللي درت اسكون. خلي واحتفظوا. عدة سبدوا. بنسبة آآ من الليل التخمر ناخدjek القياس بلي غادي يقضنا شعرنا. بالنسبة لي انا انا هنا درت ما حلقة كبار دي الزيت اضفت عليهم مع показتothers. ممكن. أناtingود إلى الحمض واضفت عليهم مع الق usa الي زيت. وصافي هنا. غادي اخد العليص proprio غادي يقض بالشعر دي حالي والبقير غادي رجعوه نخبه. القياس اللي غادي قلت الشعر ديلي فقط. بالنسبة لبنات اللي ما بغوش يديرو البلسم. اي نوع دي لبلسم دي الشعر. بالنسبة لبنات اللي ما بغوش يديرو فممكن انهم يعودوه باصفر ديال البيت. علاش? حيط الحنة كتنشف الشعر. هذا هو علاش ضروري اننا نديروه حيط النوع للمرطب الشعر. بلسم او لا زيت او لا اصفر بيت. المرطبات ضرورية علاش لاننا كنعرفوا ان نقشر المان والحنة كي نشفو الشعر. وخمس تعملناش واحد لكمية. كيمية قليلة ولي اني ضروري اننا نغدو الشعر ديالنا مزيان باش يخرج لنا الطعطب وناعم في نفس الوقت ما يتساقدش لنا. سهلة البنات الوصفة ولا ما سهلاش? البنات سهلة ولا ما سهلاش? انا شخصيا البنات كان نصح اي اخت انها تباعد على الصباغة هذي اللي كان نشاريو. كان نصحكم انكم تباعدو عليها. رهاء كتزيد في الشيفرها مع الوقت. كون ما انتم اكدروها كون ماشي بكيزيد يسرح ليكم اكتر واكتر. حاولوا انكم تجوء لهذا الشي هذا الصحي اللي كانوا كيستعملوا جدد ديالنا. وفي نفس الوقت كانوا كيحفظوا بي على الشعر ديالهم. وكانوا كيغدوا الشعر ديالهم به. مهم البنات مهما اعطيتكم حقها في هاد الوصفة هي ديالها ما غاديش نكذب عليكم ولا غادي نقول لكم بالنرها ماجيك. غادي تعطيكم لون من نهر اللي هو اللي غادي تعطيكم غادي تعطيكم واحد اللويين اللي هو صفيفر. ماشي اه ماشي برتقالي. لا البنات ماشي برتقالي. غادي تخرج لكم واحد اللويين للشيب صفيفر. ما غادي للدهبي. حتى لنحاسي. ومع التكرار غادي وليبوني. ممكن انا نكررها جوج مرات في الاسبوع او لا مرة في الاسبوع فقط. نكتفيوا بها مرة في الاسبوع حتى الجوج مرات. ونكرروا هاد الوصفة هادي حتى نحصلوا على اللون اللي بغينا. ومن بعد نقول لون استعملوها مرة في الشهر. مرة في الشهرين. هاد السبغة الطبيعية من اللي كتشد في الشعر ره ما كتحيي تشبسوه لك تبقى في الشحر على شحر ويلا تقف الشعر. فلهذا تنقول لكم يعني اول مرة استعملوها ضروري. انا نستعملوها مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع حتى نحصل على ذاك اللون اللي بغينا ومن بعد نقوم نستعملو على فين وفين ارا ها كاتشب كاتشب مدة طويلة غير بالنسبة للبنات اللي اه شعر ديالهم اسود ارا غالي ذا اللي اما ذاك اللغوف اللي ديال في الشمش بان اراه اللون شعر ديالهم تلون